موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومشاهدين قناة الصحة وجمال أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة أنت الطبيبة درس خصوصي في تخصص أمراض النساء والتوليد يتزاع ليكم كل يوم ثلاث صباحا الساعة عشر بس النهاردة للأسف كان في عطل طلعنا نصف ساعة تعريبا متأخر وإن شاء الله ده مش هيتقرر تاني بإذن الله النهاردة درس جديد موضوع جديد هنتكلم النهاردة عن موضوع شيق جدا هو موضوع تكيّس المضايد أو تكيّس المبيضين الموضوع ده ببغم أنه هو شائع جدا وما زال وما زال الناس مش مستوعباه كلمة تكيّس موايد بتخلي الناس في حالة هلع شديدة جدا وبيبدأوا يعني في الغباطة كده وبالذات لو بنت يعني بذات لو أنيسة وحد من الأطباء قال لها أن في تكيّس مبيض بتلاقي الأهل ما بيزوش لكتوري حاولوا يلفوا على لكاترة النساء في نفس اليوم كمان عشان يتطمّنوا ويسألوا في عمليات مش عمليات النهاردة عايزين نوضح أن تكيّس المبيض ده مش مشكلة على الإطلاق علاجه سهل العلاج الجراحي لي بقى من حاجة ما بنحتاجهاش تقريبا أو مش مطلوبة غير لو كل وسائل العلاج الدوائي فشلت موضوع مرتبط بالوزن بشكل كبير بس خلينا في البداية نتكلم عن المبيض نفسه المبيض نفسه عشان نبقى نكملنا بقى الجهاز التنسولي كده كله وده تقريبا آخر حاجة هنكلم فيها في الجهاز التنسولي عشان نبدأ نتكلم عن الفيسيولوجي بتاع الدورة الشهرية بعد كده والحمل ونبدأ نتنقل بقى في موضوعات جديدة في مجالنا المبيضين موجودين تقريبا وبيتخلقوا عند البنت في الأسبوع العشرين وهي بطن أمها يعني تقريبا في نص الشهر الخامس وهي البنت في بطن أمها جنيه والبنت بتتولد بعدد بغيضات محدد جدا ومقدر جدا العدد ده سابت بيقل على مدى حياتها مش بيزيد يعني العدد ده هي معها تحويشة التحويشة دي بيتصرف منها لكن هي غير قابلة للزيادة كل بنت مولودة تقريبا بمليون بغيضة موجودة عندها وقت ما بتتولد عند تقريبا سن البلوغ اللي هو بيقدر من 12 ل 16 سنة تقريبا كل بنت بتختلف للتانية ويبدأ العدد ده تقلص لحوالي 400 ألف بغيضة خلاص عدد ده عندك 400 ألف بغيضة هو ده مغزون ببيض بتاعك اللي هتبدأ بقى كده تستهلكي منه كل شهر تقريبا كل شهر هيطلع عدد معدد من البغيضات إن كان بقى هيحصل تخصيب مش هيحصل تخصيب بسوأ العدد ده ثابت هيبدأ يقل 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 لغاية ما نوصل لتقريبا لسن اليأس أو سن ما بعد الحياة الهرمونية يعني بلاش كلمة سن يأس عشان الناس بتتخبض منها ويبدأ المغزون ببيضة تلاشى تماما أنا بيشديني حاجة هنا بس عايزة أتكلم فيها وهي قصة المغزون ده ثابت بيقل مش بيزيد عشان الناس برضو اللي فاكرة نفسها إن هي هتفضل طول عنوها على وضع سابت أو البنات اللي بتتأخر في سن الزواج وبتحول تحقق طموحاتها وبعد كده بتكتشف على سن 30 أو سن 35 إن هي للأسف دخلت في سن يأس مبكر أو من سن يأس مبكر بالمعنى إن هي خلاص تقريبا فقدت فرص كبيرة من فرص الحمل يعني ما تلاقي واحدة مثلا لسه هتتجوز عندها 35 سنة يعني فقدت جزء كبير جدا من بويضتها خلال الرحلة بتاعتها من ساعة ما تدورة بدأت عندها لغاية السن ده وتبدأ تبحث عن الحمل ونكتشف المغزون ببيض بتاعها أولا جدا مش بس كده مش بس المغزون يعني العدد ده كمان الكواليتي النوعية نوعية البيضات في سن 35 بتختلف تماما ضرجة إن بقى فيه مسمايات اللي هو يعني السن ده بقى قد فاليو كده سن معين بعدي الأمور بتختلف تماما عن قبله ده حتى في الحالي المجهري ب35 سنة ده سن حساس جدا إن انت تتعامل مع الأنسة أو السيدة اللي متأخرة في الإنجاب فيه يعني بتستخدم لها بروتوكولات معينة في العلاج وبتتعامل معها بحساسية جديدة وبصرعة جديدة إن هي تنجز نفسها في الوقت ده احنا في الوقت ده ما تجي نتصرف بصرعة عشان إحنا خلاص بنشطب أو المغزون بيقل مش مغزون بس لكواليتي بتاعة البويضات بتقل في السن ده فخلينا ناخد بالنا من القصة دي طبعا الفشل المبكر لمغزون مبيض ده موضوع كبير ده واحده والأسف دلوقتي بنكتشفه كتير وبنكتشفه عند بنات أزغى من السن ده بكتير إحنا العادي إن المغزون ده بيفضى تقريبا من سن يعني 45 سن 52 سنة في ناس قابت قبل كده وفي ناس بعد كده بس خلينا نتكلم في الانجر الطبيعي بتاع 99% من السيدات في العالم كله يعني نتكلمش على مصر بس نتكلم في الأونس عموما لكن بنكتشفه حاجة اسمها فشل مبكر في وظائف المبيض وهو إن المغزون ده بيخدفه في سن بدلي جدا وهو سن مثلا من 20 إلى 25 سنة وأنا شفتها كتير وشفتها للأسف بنات أصغر من كده يعني أشوف بنات عندها 16-17 سنة وضرجت لها سنتين ثلاثة وبعد كده أطعت هي مش واخد بالها والأهل واخدين بالهم وجمه اتأخر شوية بنعمل تحليل مغزون من ابنة الليها تقريبا من عادي ماه وتبقى صدمة جديدة للبنت وأهلها فلو سمحتم ناخد بالنا من الموضوع ده ناخد بالنا إن البنت لو الدورة كاد ماشية كويس وبعد كده أطعت مرة واحدة لا إحنا لازم معنا اتصال من دعاء ونكمل موضوعنا بعد كده تفضلي يا دعاء عليكم السلام تفضلي ممكن يا دكتور بس أنا يعني أسألنا بس اقتصاري عن حالتي يعني وكده الصوت مش واضح هلو الصوت مش واضح بس يا دكتور تمام كده آه تمام أنا يعني أكون نايمة ونقوم فرحة تكون نايمة تكوني نايمة وإيه تمام مش خلينا نكمل ناخد بالنا من القصة دي يعني مش مش بنتك هتتدورة ماشية ممتزمة عندها وبعد كده أطاعتها مرة واحدة وإحنا نسيبها مثلا سنة ولا سنتين احنا ممكن الموضوع يبقى متقبل في الأول إن احنا شهر شهرين ماشي يعني في الأول احنا ممكن نتقبل نبقى الأغبطة كده بس ما مش أكتر من كده مش أكتر من كده إن البنت ممكن يكون عندها خلاص المخزون بتاعها بيانهار يعني في أوروبا وأمريكا وفي دول متقدمة في الطب لأن بالله الموضوع ده بيبدأوا يسحبوا البويضات اللي فضلة دي ويجمدوها يعني احنا بنكلم في إيه يعني أنا طبعا هنا طبعا الموضوع هيبقى مختلف شوية أقول لك طبعا إحنا نتجوزها بسرعة ولا نعمل إيه لا فيه أساليب حديثة جدا العلم دلوقتي طبعا مع تقدم الحقن المجهر وإحنا عايز أقول لكم يعني إن إحنا مراكزنا بتاعة أطفال أنا يبقى الحقن المجهر دلوقتي بقت على مستوى عالمي جدا يعني عندنا فعلا مراكز فعلا بنفتاة خرناية موجودة في مصر وتقريبا كل البلدان العربية على الإطلاق بتيجي تعمل حاجات دي عندنا حنين عندنا فعلا حاجات متقدمة جدا فكل اللي ممكن بيكون بتسمع عنه في الخارج تريبا موجودة عندنا مادام سارة أيوة اتفضلي اتفضلي معي أيوة دكتور سلام عليكم عليكم السلامة أنا عمري 34 سنة تمام عملت اختبارات سيئوزة بس عملت اختبارات كتير عشان الحمد تمام وجاريت جالة في موضوع الحمد ده ومحتصلش نقيب تمت جوزة بالك عند ايه؟ والله دي تاني جوازة لي برضو حلاش كمال يا باب وبعدين يعني تاني جوازة دي تبقى لها سنة تمام وعملت بتحليل اهوت علشان الحمل وكده فالدكتور قال لي ان انت هرموني المجيب نفسه ضعيف المغزو مغزون المبيع الضعيف قال ليك كده تمام وتصلت قطع تعريبا هو تعريبا عندها مشكلة في مغزون مبيع دلت من موضوع الحلقة بتاعتنا السن 34 السنة 34 سنة ده زي ما قلنا نفس اللي احنا كنا نكلم عليه خلاص بسن حساس لو مغزون المبيع الضعيف لا خلاص تجي على طوله على الحن المجهري حتى لو زوج عنده مشاكل بسيطة لحد ما جراها هتلافها ما تضع يعيش وقتك انا بقولك هوا ما تضع يعيش وقتك من دلوقتي خلاص تجي في اتجاهك الصحيح نتكلم في موضوع الفشل المبكر لمغزون المبيض وده ان شاء الله هنعمله حلقة الوحدة بس نتكلم كده عشان تنبيه على الامهات والحمد لله بقى في استجابة دلوقتي البرنامج يعني لما بنقول مثلا ما تكلمنا على موضوع فتحة المهبل بدأ يجيلي الحمد لله من الناس ان فعلا الناس بدأت تبص على البنات بدأت تاخد بالها ان الفتحة موجودة ولا لأ بدأ يبقى في تفاعل بدأ فيه الحمد لله ثقافة وهو ده هدف البرنامج صار رجع التاني ايا سارة ايا دكتور كاملين المخزون عندي كويس بس الهرمون بتاع المبيض هو الستة من عشرة ما هو قاني الستة من عشرة ده الامه اللي هو مخزون تحليل مخزون اي انا عملت دكتور جلي عايز تحليل مخزون مبيض اعملت جليل خصوبة عالية خصوبة عالية صار اعرف انت عملت تحليل ايه بالزبط وبعد كده اتصلي عشان انت كده بتقولي الفاظ مش علمية انت كده بتقولي الفاظ مش علمية يعني حددي انت عملت ايه من التحليل وبعد كده اتصلي بقى عرفها انت بتقولي ايه خلونا شكرا يا صار خلينا نكمل موضوع بفرده يبقى فيه استجارة وتسقيف صحي وهو ده كان الهدف ان احنا يبقى فاهمين مش بس اعملش بنسيب الكوارس تحصل كده فضرب الموضوع الفشل المباكر لمغزون مبيض ده اه موضوع فقاية الخطوة انا بنكلم في مستقبل بنت بنكلم في مستقبل خصوبة بتاعها في حياتها هتكون امه ولا لأ مش معقول اسيب بنت لدورة قطعتها مرة واحدة اه مش منتظم اواسيبها كده اه معنا امو الناس تفضلي اتفضلي ايه سبع اتفضلي معاك لا سنفصل انا عندي 30 سنة 30 تمام اه مخليك امرتين تمام طبق قطعت لولب ركبتي لولب اه اللولب داليه سنة شنته يعني سنة والدورة عنده حاليا مفيش اللولب مش موجود حاليا نعم اللولب مش موجود حاليا لا 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 تمام شنته من سنة واربع شهور تمام بتتحدى الان ما حصبش حال انت والدور اه والده طبيعي ولا كايصاري طبيعي مويتين طبيعي ان شاء الله تمام ما عملتش اي عمليات قبل كده لا 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 تمام بس دكتورة اخر مرة بتقولي عنديك مبيض ضعيف تمام بس ما مقدش اعلم حرفي نعلي الزوج عنده كم سنة اديت لي مناشط مرتين الزوج زوج عنده كم سنة 35 مدخن لا مش مدخن طيب تمام همودعليك شكرا مريم احنا زي ما قلنا في تأخر الحمل فهناوية هو نفس الدراسات اللي بنعملها في تأخر الحمل الأولي ولازم لازم نبدأ بالزوج من الأول الزوج تحليله سهل بسيط مش مكلف مش مش شائك يعني ما فيهش أي جراحة أو أي مشاكل بتعمل بسهولة جداً وبين الحاجة جديدة كبيرة جداً خلاص انت كويس خلاص على جنبها نبدأ بنا نتعمل على السائل السيدة لازم برضو انه ببنا هو الضورة منتظمة ولا لا الضورة منتظمة غالباً بيبقى الدنيا كويسة ومشي كويسة فهل التأخر السنوي اللي بعد القيصر او جراحات الحوض بنلازم برضو ببتدي بالأشعب السابغة كعامل ضروري جداً أنا أتحقق منه إلى نبيب سلكة ولا لا هي بطول والدة طبيعي فدي خطوة مش هنحتاجها دلوقتي أنا محتاج منها تحليل الزوج يتعمل في البداية نتابع التبويض من غير طنشيط الأول نشوف الدنيا كويسة ولا لا معانا هناء تفضلي يا هناء معانا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام أنا رفت أنا عملت مرتين حقن مجهري نقول لطبيب آآ دكتور آآ آآ آخر دكتور يعني ألي آآ آآ الحقن المذهبي من نجاشه من رفعين آآ من رفعين في المية فعملت العملية والعملية فيش لي تمام بس وانا دركت يعني حاليا العملية تشلت وقبل كده كنت عاملها والعملية الحمد لله نزحة يعني والدكتور يقول لي فيه حوجة بيت الرشل من قدام ورشل الدكتور ثاني يقول لي مفيش حال يعني انت دوقتي عملت العملية نجحت اول مرة نجحت والمرة الثانية تشلت يعني انت معجي اطفاق لا ممعيش اطفاق نجحت وصقطي بعد كده نجحت وصقطي بعد كده يعني ايو تمام انت عندي كم سنة اااaa اربعة وتلاتين اربعة وتلاتين اعملتي منزال رحم قبل كده ايه اعملتي منزال رحم ايوة اعملت ثلاث مرات انا متكوزة مرتين المرة اعادت دي ثباثانين والمرة دي اعدى اربعة سنين يعني شال المرة الاولانية عملت حقني مزاري مرة ما حصلش حما وبعد كده اعادت فترة ومتكوزت تاني عملتها مرة وحصل حما تمام بعد كده عملت عند دكتور تاني وبرضو قالي نسبة النجاح ربعين تلمية من شهر واحد اللي عادة يعني تمام على نسبة النجاح ربعين تلمية والطبيض يعني بسى الله والعين بتاع الجزء حلوة وكل حال تمام معرفش طبيدي بينزل حال وكل حالة هو دكتور واحد اللي قالي فيه عوجة في بيت الرحم عشان كده الحلواني مانا مش رادي يركب فوق رشت الكادة دكتور تاني قالي لا مفيش الكلام ده طيب اهو انا هرد عليك يا نيش طبعا بصور احنا لازم برضو قصة الالفاظ غير علمية اللي هي بقت موجودة وللأسف بتطلع من بعض الاطباء الكلام اللي مش علم كلام يعني زي الالفاظ اللي هي بتقولها انا مش قدر حتى تكررها ومش فاكرة هي قالت ايه زي برضو اللي هو العي اللي سائت لتحت او وخصة النبض ضعيف كل دي حاجات لو دورت كده مليون سنة في اي كتب او ابحاث علمية بتاعت النساء والتوليد عمك ما هتلاقيها عمك ما هتلاقيها هي بس يعني فيه ده بعض الاطباء بيبدأوا بقى ياخدوا جانب مع نفسهم ويروحوا في حتة تانية ويبدأوا يقولوا الفاظ مش علمية للمريد ويريد يريد حتى بيكونوا بيتمنوا لا يعني انت بتقوله اللفظ غير علمي وحاجة غير علمية وانت كمان بتصير ويعني مش بتطمنه لا انت بتقلقوا اكتر معايا اسمي السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا عندي 30 سنة تمام معايا ابني عندي سنتين تمام والدى قيصري ايه تمام الفترة الاخيرة دي ما حصلش حمل كشفت الدكتورة جلت لها من عشاة السبعة تمام عملتي اه عملتها صالع في الانبوب اليمين في مية بس مش مسدودة تمام هل الانبوبة دي على كده ممكن تتعالج ولا هي خلاص كده ضيب اعرض عليك يميش انت موضوعك سهل انت خلاص لازم تعملي منظر بطن تعملي لابروسكوب عشان الانبيب يتعاد النظر فيها احنا بنعمل شعب السبعة اه حاجة ضررية بس هي هي نظرة اولى خلاص تلاقيت فيه مشكلة لازم اخش بالمنظور لازم يبقى فيه نظرة تانية وهي التشخصية الصائبة والجراحية في نفس الوقت الانبوبة لو منفوخة اه هتأخر حمله حتى لو حصل حقن المجالي كمان ساعد بتأخر او بتغير من نتائجه وبتقلل نسبة نجاحه فلازم لو منفوخة ومش شغالة كويس تنفصل عن الرحم عشان تبقى فرص حملك كويسة بعد كده حتى بالحقن المجالي هرجع لهناء تاني قصة الرحم هناء لازم يقفين منظر رحم تشخيصي عشان قصة الرحم وإحنا عادة يعني او في بعض المراكز بتعمل منظر الرحم كجزء من تأهيل او الاستعداد لعمليات الحقن المجالي فما ينفعش انت ما ينفعش بعد مرتين او ثلاثة من المجالي اكتشف ان انا لازم اعمل منظر الرحم تشخيصي لا المفروض ده كان اتعامل من البداية او على القل بعد ما اول مرة فاشل نتكلم خلينا نفجح في الموضوعنا خلاص نتفق اني ناخد بالنا من قصة ايه فاشل مبكر المخزون مبيض ولا اي بنت قطعتها تدورة في السدن مبكر ما نصبرش عليها كتير ونتطمن فورا على قصة مخزون مبيض او على حتى شكل المبيض ساعد بيدينا مبدئيا كده ان في مشكلة او لا موضوع النهاردة هو موضوع تكييص المبايد موضوع تكييص المبايد تخلينا نتكلم عليه كده بشكل مبسط هو مش مشكلة خاصة وهو مش حاجة خاصة بالمبيض وهو مش حاجة مقلقة للمبيض هو بس خلل هرموني عام خلل هرموني العام ده سبب ان البويضات مش قادرة تخرج مما كده كل شهر الخلل هرموني العام ده خلق البويضة متقدرش توصل لحجمه معين عند تقريبا حجم 9 على 10 ملي وقفت على كده اتحبست عند سطح المبيض تيجي البويضة اللي بعدها وهكذا الشهر اللي بعدها برضو متقدرش توصل لفوق العشرة ملي وتتحبز في الاخر عمله شكل غريب جدا اسمه نيكلس أبيرانس او نيكلس شيب اللي هو بقيت شبه العقد حتى نبقى وريها المرضى كده على الشاشة بصي المبعد عندك شبه العقد وهتعرض الصورة وصورة دي نجيبها من لا الصورة التانية دي صورة الكيس في صورة تانية فشكل مميز جدا وشكل أكيد في التشخيص بتاعم ده مش حاجة خاصة بالمبيض وده غير الأكياس الأكياس هنشوفها حاجة كبيرة حاجة جراحية يعني ليها قصة لوحدها هقولها بقى تكييز تاني مش حاجة خاصة بالمبيض ما بيجيش على المبيض ويسيب مبيض ما اسموش دهون على المبيض ما اسموش عندك المبيض بتاعك متليس وكلام اللي احنا بنسمعه ده لأ التكييز وها خلل هرموني عام سبب اني الإبادة أو التبريض تعطل كل بوايدة بتخرج بتتحبس تحت سطح المبيض كل شهر كل شهر يعني ما فيش تبريض وبالتالي ببقاش فيه دورة ودورة بتنزل بتنزل كل 3-4 شهور بسبب برضو بتبقى دورة ما لهاش علاقة بالتبريض بتبقى بتنطر راحم الجماعة فترة بعد فترة وبنزلت مرة واحدة هتدار تقول لك أنا بتاعد 3-4 شهور ما جليش ومدما بتيجي بتيجي بنزيف اخذ التكييز تب ايه حلوه وهو بقى عادة أو غالبا مرتبط بالوزن يعني 99% من الهلايات مرتبط بالوزن بيجي عند زيادة في الوزن معين وهني برضو للنقطة اللي بيقولوها لي على طول تمحت عندنا 130 و140 عندنا 130 و140 كيلو وبيحمله اه دي قصة مختلفة هي 130 و140 فعلا وعندنا كتير منهم بأمانة يعني وحواملوا زي الفلو بيجاوزوا يحمله على طول وبيولدوا ما فيش مشكلة هو خلاص هو دولة السيستم بتاعهم متزبط على كده هو المناتهم متزبطة على الوزن لكن في ناس 55 روحي ل58 هتلاقي حصل عندك تكيز يعني مجرد نتي تزيدي 3-4 كيلو وهو حصل عندك تكيز انتي الهومونات بتاعتك مش متزبطة على جسمك يعني جسمك بداي بقى هو خلاص بقى ليه زبطة كده 55 زبطتك في ناس الستين في ناس السبعين انتي خلاص لو زدتي بتلاقي الدنيا خلاص تطلعها بط وعرفي ان ده برضو هتحملي ان شاء الله وهتخذي وتحملي بس اعرفي بعد كده برضو لما تيجي تحاول تحملي تاني ان انتي برضو لو زدتي 3-4 كيلو دولت هيحصل عندك نفس المشكلة هو مش مشكلة وبس حاجة حاجة زي الضغط والسكر كده نقدر نكنترول عليها ونقدر نعلجها في وقتها لكن هتزول تماما ده مش موجود المرة جاي ان شاء الله نكمل موضوعنا ونكمل قصة الفرق بقى بين التكيس وكيس للأسف في الوقت سبقني وخدني بسرعة المرة جاي نكمل موضوع الشيخ ده بإذن الله بس اسمحولي نطلع فاصل ونرجع على فقرتنا التانية فقرة طبيب وطبيب ومعنا ضفة عزيز جدا وفقرة شيقة جدا عن أمراض العيون وعمليات الليزك شكرا شكرا